بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبدأ من طلاب طالبات نبدأ مع بعض المحاضرة الرابعة في الفصل الأول اللي تتعلق بمراحل التكويم تعالوا نشوف ايه المكسود بمراحل التكويم مراحل عملية التكويم ان احنا الاول نشوف الارتباط ما بين عملية التكويم والاهداف التربوي طبعا احنا في البداية لنا اهداف نسعى لتحقيقها لابد التكويم فايدته ان احنا نحكم على مدى تحقيق هذه الاهداف مراحل عملية التكويم اول مرحلة في عملية التكويم ان احنا نبدأ نحول الاهداف التربوية العامة اللي هي الاهداف الكبرى الى اهداف قصيرة الامد يمكن تحقيقها خلال فترة قصيرة زي حصة دراسية او زي محاضرة بعد ما نحول هذه الاهداف قصيرة لابد ان احنا نختار الخبرات والمواقف التربوية اللي يجب ان التلميز يتعرض له عشان يستطيع ان هو يحقق هذه الأداف او يمكن ان احنا نضمن هذه الأداف خلاله ايضا اختيار وسائل التكويم وعددها تطبيق هذه الوسائل التكويم على الطلاب والتعرف على النتائج وتحليلها ثم في النهاية تأتي مرحلة مقارنة هذه النتائج بالاهداف اللي احنا وضعناها هل الاهداف اللي احنا وضعناها في البداية تم تحقيقها ام لا طيب ايه المعايير اللي من خلالها ابدأ حدد الاهمية النسبية للموضوعات عندنا ثلاث محكات اساسية ممكن ان احدد اهمية الموضوع طبقا لعدد الصفحات المخصص كلما زادت عدد الصفحات زادت اهمية الموضوع او ممكن احدد الاهمية النسبية من خلال عدد الساعات التدرسية كلما انا ادرس موضوع معين في عدد الساعات اكثر كلما ادل على ان الموضوع اكثر اهمية وبالتالي يعطى اهمية نسبية في تحقيق الاهداف المحكة التالت وهو رأي الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الرجوع إلى أهل الاختصاص سؤالهم عن أهمية هذه الموضوعات يبقى عندنا ثلاث محكات محك عدد الصفحات أو عدد الساعات التدريسية أو آراء الخبراء وبالآن ننتهي من الفصل الأول بموضوعات المتنوعة سواء القياس والتقوم تعريفه أو خصائص القياس أو مراحله أو أنواعه ونلتقي إن شاء الله في المحاضر القادم في الفصل الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته